عسلامة مرحبا بكم الناس الكل شاء الله تكونوا بخير وفخير الخير ومركم وكلها على العال كيف العادة بعد ما هبطل لكم فيديو الجنواز اليوم قلت خلين هبطل لكم فيديو كرام مسلين من احسن الكريمات لنحبهم واللبنات كي ما قلت لكم في الفيديو السابق انا هبطل لكم بالحاجة بالحاجة باش ما نشخشبكمش وكيت حبوا تكتبوا الرساة تتوى تلقاها في صندوق الوصف فهمتوا باهي لبنات خلينا صلو كي العادة والله لا تقتلنا عادة على سيد الخلق سيدنا محمد باهي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين باهي لبنات هذه طريقة متاع الكريمة راني عملتها معاكم برشا مرات فهمتوا خطر ديما نتبحها اسهل وكل باهي لبنات كرام مسلين باهي باش نعمل بالكريمة الحاضرة تنجبو تعملو جولو فانيت تنجبو تعملو انوازات اللي تحبو انتم بانان اي جو تحبو عليه فهمتوا بالنسبة لي هنا عملت عملت فانيق باعي لبنات اخذت ايه ترحليب صبيتها براسكو كلها في الكسرونة اللي بش حطها عاي القأس خلت منها ترايف برك فهمتوا بثارا كي ما نقولو تنجبو خلت منها كاس ونصا كاكا بنيترحليب والله كاسين هينقولو كاسين حليب كاسين حليب هذكم حاضطهم وحدهم صبت عليهم اثلاثة باكوات كريمة وحطت عليهم ثمانية مغارف سكر ونخلطهم بالجدي بالجدي لان تجانسك الكريمة مع السكر وكل والحليب فهمتوا ومبعد نحط الكسرونة الاخرى اللي فعل حليب صافي نحطه عاي القأس هو يغلي ونصب عليه الكريمة المخلطة هذية بالحليب والسكر فهمتوا لبنات لجيت طريقة هذية خرم الطريقة الاخرى اللي نحط كل شي عالبارد ونقد واقف عالجاز هاني هاني نحرك نخلط نخلط باستمراره باش معانيتها باش ما تشدليش الكريمة هذي كيف تغلي يغلي الحليب بتاعنا ضربتين وطفي عليهم اكا هو فهمتوا باهي لبنات هذية كنتو لكم كريمة مسلين لبنات بصراحة متعجبني برشة الكريمة هذية اخر من كريمة مبار بصراحة كريمة مبار اقوية هذية باش نعملها حشوة للكيكة متاعي اللي باش نعملها معاكم انشارة في الفيديو الاخر وباش نغلف بها والحشوة فهمتوا مريوما يزي لبناتو كيف العادة تو نخليكم الرسات مطلوبة في صندوق الوصف وراني من هنا وصعي دان وعندي برشة اي رسات نكتبها نحطها لكم في الفيديو نبرتجها معاكم وخليكم حتى المقادير متاحها في صندوق الوصف فهمتوا مش تنجبوها كاكا تقيدو الرسات وترجعو لها كي وقت تستحقها فهمتوا ولبنات الكريمة مسلين راعة ضمانتي حاجة بنينة حاجة ما شاء الله روعة قلت لكم خير من كريمة وبار خطرها بالزبدة برسك لكلها تبدأ قوية هذية كريمة خفيفة تاكلوا منها ما تشبهوش ابنينة على الاخر وبطبيعة الكريمة مسلين هذية هم بعد باش نفوحها وتشوفوا باش باش نفوحها وكل شي باش تشوفوا هنمشي بعاكم ايه تاب اري تاب عناب شوي بشوي لين نكملوا الكيكا متاعنا شوفوا لبنات نوري فيكم لهنين ونصوري لكم عن قرب الحليب كيف بداية يغلي شفتوا هكا ولا يغلي بالجديه تاو باش نصب الكريمة هيك اللي خلطناها لبنات وما قصت شراني الفيديو لحد شي حبيت نصوري لكم كل شي يشوفوا لهنين معانيتها صبيت هو تاو غلي الحليب صبيت الكريمة هذي كان يحلتها في شوية حليب والسكر وباش نخلط تخلطين وباش نقص الجاز لبنات فيسع فيسع شوفوا هاولهنين غير باش نخلطها لكل بش تاك الكل كريم ولكل معانيتها تاتجاني سكى مع الحليب هذكا المغالة لغليناها وكل وباش نضفي عليها الكاز كريمتنا طابت ضربتين وعدي خير كما قلت لكم باكر نحطوا كل شي على البارد وانا وقدوا وقفين عاليل الكاز نخلطه هذية تو شوفوا الهني هذية الكريمة بتاعنا حضرت ما قصت شيرا ما قصتش معناتها الفيديو صورتها كما هو خليتها كما هو هاتسبو شوفتها كيفولت عاقدة وامورها واضحة هذا هو المطلوب تو الابنات بعد ما طيبنا الكريمة بتاعنا باش نفرخها في صحفة ونغطاها لازم السلفان بتاعنا شوفوها الهني كيفشتبق وحبت نوريكم ان هي يا راية طابط اه تو قصت على لابنات لازم البابيسولوفان يلامس لكريمة بتاعنا باش مطعملناش هاكي الجشرة الفوغانية فهمتو ون خلاها معنتها البرد تبرد ون بعد ندخلها للفريجيدان خلاها لين تبرد كومبلات موامل لازمها تكون باردة باردة باش نجبوني خدموا بها فهمتو الابنات الكريمة بتاعي هذي عملتها في الليل كي ما تشوفوها توليل عملتها في الليل وخدمتها موغض وخلتها برد بالجدي 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 المهم الابنات ان شاء الله يعجبكم انا وعيد الفيديوات هذومة ورساتات وكل وكي ما قلت لكم كل وصفة نخطها لكم راهي بكل امانة وصدق فهمتو وانتم ما تقصرواش معايا بالتشجيع والتعليق والجامعة بربي الليبنات ان شاء الله يا ربي يفضلكم ويفرحكم سندوني وشاجعوني وقفوا معايا كي العادة ربي يفرحكم الناس كل الليبنات هذا من هنا من الغدوة خرجتها من الفريجيدار الكريمة بتاعي وحطتها في البتران قلت معناتها باش نحل عليها باش تتحل معناتها خلال نفقدها مليحي مليح حكايتك سبعة ثمانية دقائق تتحل بالجدي قلت تتحل نزيدها باش نزيدها خمس بيات قرام زبدة لبنات ونقعد كي العادة نزيد ان نخلطها حكايت ثمانية دقائق لبنات مرة ولا خلطها خمس دقائق تتحل فيه ساحي ومبعد كي تزيدولها الزبدة خلطها في حكاية ثمانية دقائق فهمتوا ومبعد بتخلطها الزبدة كل تدخل في الكريمة هذيك وكأنها تتحصل وكأنها كي ما نقولوا هيك هيك كأنها تولي ليس معناتها بالجدي بالجديدة تتحل معنا ما كنت فالك عابر لحتى شي تولي ليس عالاخر فهمتوا هكا زيدولها البرالان نوازاتك اللي عملناه مع بعضنا فهمتوا هكا يزيدها نكها ويبنينها خطر مش نعملو الكيكة متاعنا بالنوازات فهمتوا صدقوني زيدها مضاق غو ولا اروع والله لبنات حبت نقول لكم كان عندكم اي سؤال وتسأل ولا حاجة ما فهمتوهاش ولا اي حاجة تحبوا تسألوا علاها تنشبط خلو لي كومنتر ونجاوبكم على كل استفساراتكم ان شاء الله لبنات وهو والله نحاول في كل فيديو نكون وافحة بالجديد معناتها ونعدي لكم المعلومة معناتها بوضوح معناتها باش تفهموا الروسات وكل هكا عملنا الجنواز في الفيديو السابق شفتوا كيفاش عملت الجنواز كيفاش عملت البرالينيه وتوق الفيديو هذا مش عملت لكم فيه كرام مسلين معناتها باش تولي كل رسات في فيديو هكا تفهمها خير حسب رأيونت وكان عندكم رأي اخر قلوهولي اللبنات فهمتوه بالي هنا بعد مركبتها مني حمليه هذي نوازات هذي البرالينيين عملتها معاكم هني فرغتها لبنات عمل بارح كي عملتها فرغتها في الحكة هذي وخبيتها في الفريجدار دو دنيا باردة رتنشب خلها حتى البره ما يجرى لحد شي ماني حضرتها في الفريجدار ودوه بعد مركبت الزبدة والكريمة معظم بالجديب بالجديب والوكل البوماض معانيتها مع كولو ليس بالجديب بالجديب وكل هاني اللي هني لبنات نزيد في الوازات بش نزيدها للكريمة هذيك ونعاود نركضها شوية لان تتجانس وكلها مع الكريمة فهمتو لبنات معلتها ولبنات تراه وفي عوض بش مثلا كانت تحب ما تحبوش تعم ما عندكمش نوازات ولا حاجة نجمو تعاوضها بالبات اروم لقو انوازات فهمتو يبيعوا فيها هكا حاضرة اما مستحضر هذيها تويكة طبيعية يعني تحبو تاكلو حاجة طبيعية تعملو بطريقة هذي انوازات تشراها تحمصها تتعملو لها الكرامة المتاحة واني وردكم الطريقة في الفيديو السابق كما تحبوش معانيتها ولا ما تحبوش نجمو تشيرو البات اروم سابقون تشيرو البات اروم وتحطو منها مثلا هذي البات اروم وتحطو منها حكاية زوم غرف زوم غرف مص كبار فهمتو للكرام هذي فهمتو وقلم ياكا من نجمو نقولو 100 قرام 150 قرامك حاس ما تحبو انتم فهمتو وتخلطوها مليح مليح وتتحصلو على كريمة ابنينة او كل بالنسبة لي بطبيعة او اي حد يحب حاجة طبيعية خي مية ساعات كانت اضطروا باش نعملوا مستحضرات وكل مش كل خطر نحنا مش كل يوم نعملوها مية الحقيقة المرة هذي حبت نجربها بالنوازات الطبيعية خير حبت نعملها كل شيء ما فهمها حتى حاجة مستحضر لحقيقة حبت نجربها بالطريقة هذي لبنات كرام المسطيني بتاعنا هاي حضرت عملت فها النوازات كي ما شفتو ولا تبنينا بالجداء هذي هي تصلح لحشوة الكيكة وتغليف الكيكة زادا مبارا ونجمو نزينو بها حاصلوا هذا هو الفيديو اليوم خليكم اسلام وفي امان الله